السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي عنها ان شاء الله غنتكلموا على السبع خطوات الاولى للبدء في مشروع الارانب على سطح المنزل اول حاجة غني يعني نهضروه بواحد يعني سلاسة يعني نسهلون الامور ديال مشروع ديال تربيه الارانب بغينا مشو السوق بغينا نشريو ارانب يعني بلا ما نصعب عليكم امور اول حاجة بغيتو تشريو على حسب جوج نتوات وذكار او ربعات نتوات وذكار المهم يدكون نذكر واحد واينات معه اول حاجة غدي بدو تقلبو الارانب ديالكم يكونوا مكسيين بالشعر بالكامل ما يكونوش فيهم شي بلاسة يعني مسوحة من الشعر هدي اول حاجة تاني حاجة الاودوني ديالهم ما يكونش فيهم القسور تالت حاجة الانف ديالهم ما يكونش فيه سيالان صافي غي هاد الحويج هدي يعني كمبتدئ راها كافية انكم تبدو المشروع ديالكم تاني حاجة وهي الاتمينة الاتمينة كين الرومي وكين البلدي الكروازي قليل مهم احنا هدروع لا اما البلدي اما الكروازي الاتمينة كالتراوح ما بين في البلدي ما بين سبعين درهم تال خمسة وسبعين درهم يعني ادواء فقر عفوا ارنب بالغ يعني ممكن انكم تجيبوه ما بين سبعين درهم تال خمسة وسبعين درهم يعني بالنسبة للانثى وبالنسبة للدكا الناس اللي بغاو يديروا الالاني بالرومية شي شوية غالية في الثامن الالاني بالرومية كتدير ما بين مئة وخمسين درهم مئتين درهم تان مئتين وخمسين درهم يكمل لكم مئة وخمسين مئتين تال مئتين وخمسين درهم هذا هو الاتمينة ديال الالاني بالرومية هذا الآية الاجراء الثاني نشوفوا الاجراء الثالث اول حاجة خص يكون عندكم واحد عشة او بيت ديال الارانيب يعني يكون الارانيب ديالكم محميين من الحيوانات المفتريسة يكونوا مصقف حدا بقنا يا هنية شو سمراني داير مصقف بالزنك انتوما ممكن انكم تصقفوا بالزنك ولا تصقفوا بالقصاب ولا المهم ان منين تجيك الشتاء ما تصبش عليهم ما توصنوا بالماء كذلك الحرارة او تاني تكون هالزنك هالي تكون بعيدة يعني كد لوغفة كما عر zijn واقف هي بعيدة مترو تقريبا تقربا tuns على الكاش يعني مثالةدربتتтора في altogetherこれで الحرارة الشمس يعني متوصل هناك الشمس كذلك الشتاة مخصصة توصل الانانيب مش هيس شكا تصبو هم يعني غادي توصلهم الشتاة مباشرة الجوانب ضروري تاية مش يغي من فوقتكم ثقفة و تكون معرية في الجوانب الجوانب ممكن أنكم تستعنوا بميكا مثلا أو يعني كواش مثل راني داير أو باش حال هذا رانيب باش كي تسمى باش الثالث حاجة الإضاءة الإضاءة ضروري تكون في هذه الأشياء هادينا واحد البولاناية ها إذا كتشوفوها فهذه البولانا دي كان شعلها في الليل على حسب الولادات هنت ممكن ما كتشوفو الولادات هذا ضرور شي حاجة يعني كاج احترافي ولكن هنا كان ضروري تربيه ذي الانانيب ضروري تكون واحد يعني إما الشمس تكون داخله لهم إما الإضاءة المهم يكونوا يشعروا واحد الدفع في وسط الكاج كذلك الشمس ضروري تكون الشمس داخل المكان علاش لأن الشمس تقهم من الحشرات اللي ممكن تصابوا بها كي يقولي الأرنب ناشط أكثر لأن فيها طاقة أطيبطي ضروري أن الشمس تكون داخله كذلك كان قضية واحدة أخرى وهي بناء الولادات يعني مشي غدي تخليوا يعني الأرنب ديركم بدون الإناث ضروري أن يكونوا عندكم واحد الولادات يعني هذوك الولادات يعني منين تبغي الأنثة تولد إما تضي الله واحد صندوق تضي فيه شوية ديال النجارة وتخليلها هي غدي تعرفوا الراسة غدي توقع تمشيله باش تولد فيه إذا كي ينعو تاني قضية أخرى ديال التهوية ديال المكان ضروري مشي تسد يعني تديروا الموحدة الولادة وتسدوا عليهم وتغلقوا عليهم ما فيه لا نافيدة لأولو لا ضروري النافيدة تكون كتحل وكتسد علاش كتحل وكتسد لأن نحن نقوله هوينهم واحد ربوع ساعة ولا نال ساعة ولا ذاك شي لحسب الجو الجو اللي كاين ولكن منين في الليل مثالان واحد اللقيتها مثلا كين الطيارات الهوائية مباشرة يعني ذاك الكولوندير يعني مجهد بزاف ما يمكنش أنكم تخليوا الأرانيب ديالكم يضر فيهم البرد مباشرة لا ضروري أنكم تحميهم من التيارات الهوائية المباشرة كين قاديا ديال الشمس حذا بأنا يا نرني حال عليهم في الفصرف الصباحية ولكن رني دير واحد غيدو غدين نرد عليهم باش ما تجيهمش الشمس مباشرة غيد الشمس ديال الصباح كتكون شوية بعد من يبدأ الوقت يعني الحالي يسخن خذين نضلل عليهم ضروري ما نضلل كذلك وهي النقطة المهمة في الموضوع وهو التحصين التحصين وهو التحصين ضد يعني التسمم المعوي والتحصين ضد التسمم الدموي ضروري نمشون عند البيطاري وتقولوا له يعني النوع ديال التحصينات وهي إبرة وصيرو لا غير كتعودوهم من السنة للسنة يعني كتقيدوا التاريخ وكتعودو هذه الإبرة من السنة للسنة يعني إلا بغيتوا الأسماء ديالها كان الإبرة ديال تسمم الدموي اسميها كيني بخافاك وكان السيرو ديال التسمم المعوي اسميه هيبا غينول إذا هادو جوج ديال يعني التحصينات ضروري تكونوا ديرينو بالنسبة للعلف الناس اللي عادبادين ممكن أنهم يسعنوا بالفصة بحال هذه هذه الفصة يابسة تكون بالة كبيرة كتدير التامن ديالها تدير دبارها غالية واحد شوية تدير 75 درهم وممكن أنه في هذه الأيام تولي مثلا ب 65 درهم أو 60 درهم يعني في هذه الأيام تدير جفاف غالية شوية تدير 75 درهم ولكنها بحالة كمية كبيرة يعني ممكن أنكم تديروها تدير 75 درهم ممكن أنها تخدم لكم واحد شهور بحالة القاطع هدا بحالة ديال الفصة ممكن أنها تضرب لكم واحد تلت شهور تلت شهور رهم زيان يعني كرامة كذلك ممكن استعانة الحبوب حبوب مثل الشعير والدورة والنخالة هادشي بالنسبة يعني الأرانب الرومية والبلدية أما إلا بغيتوا الرومية يعني ترقزوا على العلف ديالها فممكن أنكم تديروا السيكاليم السيكاليم ضروري بالنسبة للأرانب الرومية يعني البلدية ممكن تعطيهم أي حاجة بسكنك يعيشوا وكتكون عندهم المناعة قوية عكس الأرانب الرومية إذن أي تساؤلات بغيتوا تزيدوا شيء أفكار أخرين أنا حاولت أنني من سعبش عليكم الأمور نعطيكم نظرة شاملة ببساطة أي واحد بغي يبدل مشروع دياله يعني الخطر بي أرضية هاي معلومات بسيطة ممكن أن أي واحد يبدأ المشروع دياله بهذه المعلومات الناس اللي ما زال ما يشاركوش معنا يشاركو معنا قناة قناة يبدأ بديالكم مرحبا بالتعاليق طيبة ديالكم إذا أخذتكم شي سيفسارات أنا أراها الإشارة تكيبوا على زر جام وتكيبوا على زر الجرس سيصلكم جديد إلى اللقاء في الحلقة المقبلة مرحبا مرحبا مرحبا